بسأل خير على حضراتكم أهلا بكم معانا يوم جديد من الحياة اليوم بداية الأسبوع بنتابع طبعا أهم الأخبار ودايما بقول لحضراتكم اليوم اللي بيبدأ معانا وبنشوف على شاشة تلفزيون مشاريع والشغل وإنجازات أكيد بنحس بطاقة إيجابية وأكيد بنحس إن احنا يعني مش وقفين مكاننا بنتحرك لقدام كل يوم بنبني جديد كل يوم في خطوة مهمة بنقطعها وإحنا بنبني مصر الحديثة مشاريع مهمة تمت النهاردة وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتكتسب أهميتها كمان إنها من أرض الفيروس من سينة لما كنا بنتكلم على التعامل مع الإرهاب مش بس طبعا بالسلاح أو بالمعارك اللي بتتم على الأرض لكن كمان سلاح مهم جدا لا يقل أهمية هو سلاح التنمية اليوم النهاردة عنوانه التعليم والثقافة والسياحة مشروعات كتيرة افتتحها الرئيس النهاردة فيما تعلق في ملف التعليم الجامعات طبعا اللي بتدخل وتكون إضافة جديدة في منظومة التعليم في مصر والنهاردة الرئيس يعني كما هي العادة دايما بنبقى فهمين ليه يعني ده أهم حاجة ليه بنعمل جامعات ايه مشكلة الجامعات اللي عندنا ايه علاقتها مع الزيادة السكنية اللي احنا لسا محتاجينه أكتر كمان طبيعة التنوع في الجامعات ما بين خاصة وأهلية وجامعات تكنولوجية وتخاصات جديدة كمان اللي بيتم دراستها علشان يعني تكون مناسبة لسوق العمل سواء في الداخل أو في الخارج ده بالنسبة للتعليم وهنتكلم باستفادة في الموضوع ده لكن كمان في مشاريع تانية اللي هي علاقة بمية الصرف أو تحليت المية ومشاريع برضو البنية التحتية وبنتكلم على مطار البردوي الدولي كمان فيما تعلق بالأثار أو تعلق بالسياحة عدد من المتاحف اللي تم افتتاحها النهاردة واللي اتأخرت لسنين طويلة وكان للرئيس رسالة مهمة متعلقة بهذا الأمر على كل الأحوال يمكن نبتدي معاكم بملف التعليم افتتاح جامعة الملك سلمان والرئيس النهاردة اكد على انه الدولة المصرية بتسعى لتحسين جودة التعليم وقال نصا ان احنا بنسعى دلوقتي لتعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر